السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية إنشاء مناسبة أو إفنت على الفيسبوك فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تتحون الفيسبوك رح يفتح معكم بهذه الطريقة كل عليكم تسوونها تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على الإسار فمن هذه الواجهة تضغطون على خيار عرض المزيد رح يضع عندكم خيار المناسبة تضغطون عليه فهنا عشان تسوون مناسبة جديدة كل عليكم تسوونها تضغطون على علامة الزائد هذه وبعد كذا هنا تسجلون اسم المناسبة وبعدين تضغطون على الوقت تحددون تاريخ البدء تضغطون عليه فهنا تقدرون تختارون أي يوم وإذا حابين تغيرون الشهر تضغطون على هذه الأيقونة تختارون أي يوم مثلا في شهر إبريل إذا حابين تغيرون السنة تضغطون هنا على السنة وتحددون أي سنة بعد ما تخلصون تضغطون تعيين وهنا عندكم وقت البدء تضغطون عليه تختارون أي ساعة يبدأ الإفنت أو المناسبة وهنا صباحا أو مساء وإذا خلصتوا تضغطون تعيين وتضغطون تم فهنا الآن حطينا اسم للمناسبة وأيضا حطينا الوقت إذا حابين نضيفون وقت للانتهاء تضغطون إضافة وقت الانتهاء يعني مترحين تهي الإفنت تحددون هنا الساعة مثلا وهنا نفس التاريخ أو أي تاريخ ثاني تضغطون تم فكذا أضفنا تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء فهنا يا شباب تحددون إذا المناسبة افتراضية يعني تكون مثلا عن طريق بث مباشر أو تكون عن طريق الحضور فهنا يا شباب إذا كان بالحضور تحددون مكان طبعا هذا الشيء اختياري إذا حابين تسوونه تكتبون فقط في البث تختارون المكان اللي تبعونه أما إذا كان افتراضي تضغطون على هذه الأيقونة وتحطون رابط مثلا للبث أو إذا كان في الفيسبوك تضغطون على هذه الأيقونة وبعد كده تروحون على هذا الخيار فهنا تحددون من الأشخاص اللي حابين يحضرون الإيفنت فهنا عندكم أربع خيارات الخيار الأول رح تكون خاصة والخيار الثاني عام ما أي شخص يقدر يشوف الإيفنت وهنا الأصدقاء وهنا إذا حابين أعضاء مجموعة فأنا رح حطها مثلا خاصة فهنا رح يقول لكم يمكن للضيوف دعوة الأصدقاء يعني الأشخاص اللي تسوي لهم دعوة يقدرون يسوون دعوة أو يضيفون أشخاص آخرين فأنا رح أقفل هذا الخيار وبعد كذا تضغطون تم بعد كذا يا شباب هنا تسجلون تفاصيل الإيفنت أو المناسبة تسجلون عبارة عن إيش بالضبط وبعدين هنا تضغطون إضافة مضيفين مشاركين فهنا تبحثون على الأشخاص اللي حابين تضيفونهم في هذا الإيفنت أو المناسبة وبعد ما تخلصون تضغطون تأكيد أيضا يا شباب هنا في هذا الخيار تقدرون تضيفون خلفية للإيفنت أو المناسبة بعد ما تخلصون تضغطون إنشاء مناسبة فكذا يا شباب بكل سهولة إنشاءنا هذه المناسبة فهين تقدرون تضغطون النسخ على رابط الدعوة وترسلونها لأي شخص بعد كي تقفلون هذا الخيار فكذا الآن يا شباب بكل سهولة تم إضافة هذه المناسبة فلان يا شباب إذا حابين تروحون تتأكدون من المناسبة تضغطون مرة ثانية على الثلاث شرطات وتروحون هنا على المناسبات وبعدين هنا تضغطون على هذه الأيقونة رح يظهر عندكم المناسبة الخاصة فيكم فهذه كان الطريق يا شباب لإنشاء المناسبة بكل سهولة لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة